اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا ايها الاخوة الكرام انا ارضى هنتكلم عن حاجة جميلة جدا طبعا احنا مازلنا مع سلسلة الادعية المبركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم مع المعلومات الدينية ارضى معلومة قيمة للغاية ولذلك العنوان الحل الاكيد لكل مشاكلك في هذا الفيديو خلال الدقيقة واحدة ساعطيك المفتاح لحل كل مشاكلك طبعا سوف يتباضل للازهان الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا وان كان كذلك يعني الصلاة مفتاح لكل فرج لكن هناك شيء اخر وسوف ادلل على كلامي من القرآن الكريم تخيل انا بقول حل لكل مشاكلك ومش بس كده ده لكل امنياتك يعني اللي نفسه في حاجة يخلي باله من الحاجة دي وطبعا من اشد الاشياء اللي بيبقى كتير من المتابعين بيكلمون فيها قضية المرأة المتزوجة اللي نفسها تحمل طبعا ده يعني بالاستقراء في الوضع اللي احنا عايشينه كل شخص قد يكون له اخت متزوجة تتمنى ذلك او هو نفسه يتزوج ويتمنى ان يكون له ولد ويكون فيه الى اخر هذه الامور ما هو المفتاح المفتاح الصلاة الصلاة مفتاح لكل شيء لكل شيء اه طبعا اين جاءت البشارة لسيدنا زكريا عليه السلام بعد ان بلغ من الكبر عيتية بل حكم على زوجاته انها عاقر مالش عقيم عقيم على فكرة كلمة عقيم يعني شوفوا جمل الفاظ القرى الكريم كلمة عقيم ان الانسان ده ممكن يتعالج وينجب انما عاقر لا مستحيل ينجب اللي يحكم عليه بانه عاقر لا ينجب اما العقيم فترة يعني بيتعاملوا معاك كأنه مرض وممكن يشفى منه ويبقى فيه انجاب اين جاءت البشارة لسيدنا زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك ايه بيحيا صدقا بكلمة منه وسيدا وحصورة ونبيا من الصالحين جاءته في المحراب وهو قائم يصلي انها الصلاة فالصلاة مفتاح لكل الحلول حافظوا عليها تظهرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته